دكتور حميد ماذا عن تأثير وجود وزراء ذوي نزعة متشددة ومتعصبة في تشكيلة حكومة ننتنياهو على توجهات الأبيب وسياساتها الداخلية وخصوصا بالحديث عن العلاقة الشائكة بين الأحزاب نفسها وبين هذه الحكومة والحكومة الفلسطينية هو مما لا شك فيه أن وجود مجموعة الأحزاب الدينية في الحكومة الحالية هيسبب درجة عالية جدا من التوتر في نواحي معينة منها تشديد البعد الأمني على الفلسطينيين منها مخاولة الزيادة في عدد المستوطنات بدرجة عالية مما سيضع الدارة الأمريكية في وضع ضغط ولكن أنا ما كنت أريد إصاله لم يكن رأيي الحقيقة هذا كان ما قاله توني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية أنه لن تقلل الدعم فهناك فارق ما بين الشجب والاعتراض الشفوي على المستوى السياسي وبين أخذ قرارات فعلية أنا ما أقول كنت أن أمريكا قد تشجب أحيانا وقد تعترض في بعض الأمور ولكن لم يصل الأمر حسب ما قال توني بلينكين لن يصل الأمر لقرارات فعلية تغير في العلاقة الاستراتيجية لكن طبعا الحكومة الجديدة يحصل شد جامد جدا في الأمور الداخلية داخل الدولة بالذات مع الجزء الأمني الفلسطينيين وزيادة المستوطنات وأنا أعتقادي أن المرحلة القادمة قد تشهد أخطر ما يواجه الحكومة الإسرائيلية الحالية اليمينية هو في تصور الشخصي خروج مجموعة من الأعضاء الكنيسة عن الليكود وانضمامهم لأحزاب ايه اتجاهها يكون ايه مش يميني يساري شوية في هذه اللحظة ممكن نجد انقلاب شديد في الأحوال خاصة الأحزاب اليمينية كلما ازدادت قوتها كلما ظهر حقيقة بعض أفكارهم والاتجاه الآخر اليساري الليبراري بلاش يساري نقول الليبراري قد يجد ان في خطورة شديدة على الدولة في نظرهم يعني من هذه الأحزاب اليمينية فيضطر إلى ترك الليكود والاتجاه لأحزاب الليبرارية في هذه اللحظة ممكن نتنياهو يخسر حكومته ونشهد مرحلة جديدة في تكوين الحكومة الإسرائيلية وأعتقد الأمر ده في تصوره وتحليل الشخصي هو قابل للحدوث